هذا الاتفاق طبقا لمعلوماتي وما قدرنا نحن نستقيم من معلومات لا يتضمن إجراءات جديدة تخص المواطن هذا البرنامج هو برنامج فني ومالي يتعلق باستمرار الإصلاح، إصلاح هيكلي، إصلاح القطاعات لكن مالوش علاقة بالإصلاح النقدي، مالوش علاقة بحاجات بتخص المواطن ممكن نلاقي حاجات في الميزانية، ممكن نلاقي مثلا حاجات مزيد من الدعم النقدي ممكن نلاقي إصلاحات في حاجات تانية في قطاعات مختلفة كل ده حنعرفه مع الإفصاح عن تفاصيل هذا البرنامج لكن معلوماتنا حتى هذه اللحظة التي استقناها من مصادر محترمة أنه لا توجد إجراءات جديدة تخص المواطن المصري في هذا البرنامج طيب، هل إحنا دلوقتي إيه هو البرنامج؟ هم برنامجين، في حاجة اسمها أداة التمويل السريع دي اللي بتدي بتساعد الدول التي تتعرض لمقاذق من الكوارث ومن الصعوبات بتديهم تمويل سريع فتتيح الأداء مساعدات مالية عجلة بمخضار محدد للبلدان الأعضاء التي يتواجه ميزان مدفوعتها احتياجات ماسة والبرامج الدول التي فيها تطبيق برنامج اقتصادي كامل أمر غير ضروري طب بكام بقى؟ يعني هناخد كام؟ طبقا لهذا البرنامج إحنا يصح لنا أو يحق لنا أن إحنا ناخد من خمسين في المية وأنا هنا معلوماتي من ما قرأته عن برامج صندوق النقد الدول طبقا لهذا البرنامج التي أعلنت عنه الحكومة وأعلن عنه صندوق النقد الدولي إحنا نقدر ناخد من خمسين في المية لمية في المية من حصتنا في السنوية إحنا في مصر علشان نقترد بنيجي نقول إيه حصة مصر كذا ففي برامج زي البرنامج السابق سمحت لنا أن إحنا ناخد ربعمية في المية قد مساهمتنا في صندوق النقد الدولي وبالتالي قدرنا ناخد 12 مليار دولار هذا البرنامج اللي هو التمويل السريع نقدر ناخد من خمسين في المية لمية في المية من حصتنا ده بيتروح تقريبا قد إيه يعني بنتكلم من 2 ل 3 مليار وده طبقا ليه إرايتنا لهذا الأمر ممكن الرقم يعدي هذا الأمر مثلا إذا مصر زودت حصتها في صندوق النقد الدولي أو إذا حدث في الاتفاق يعني تفاصيل أخرى تتيح لمصر أنها تاخد رقم أكتر من كده لكن طبقا للمكتوب أن إحنا هنستلف طبقا لهذه الآلية هذه الآلية تسمح لمصر أنها تقترد من خمسين في المية لمية في المية من مسمتها يعني تقريبا حوالي 3 مليار دولار تقريبا على مدار سنة فيه برنامج الثاني اللي هو اتفاق الاستعداد الاقتماني وده برضو بيقدم معونة فنية للدول المختلفة وإحنا بنتفاوض على البرنامجين واحد يدينا فلوس برنامج آلية تدينا فلوس وآلية تدينا دعم فني قطاع آخر مصريين نفسهم بأنه هو يرجع يا الكورة الناس من غير كورة زهقانة جدا يعني والله لو بحطين مسلسلات الدنيا من غير الكورة الحياة بتبقى صعبة جدا بالنسبة للمصريين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكورة المصري سلمت النهاردة لسيد وزير رياضة مقترح باستقناف بطولة الدوري الممتاز عشان يكون الملف جاهز إذا ما أعلنت الدولة أنه مستعدة لاستعادة الدوري إذا أنا هتروح شارع قاري التوكيلات العادية ما فيش غير توكيلات المعاش بس لكن رايح تعمل توكيل بيع توكيل شراء توكيل محامي توكيل إدارة أي توكيلات لسه دول ست معاملات فقط عقود الإيجار الرسمية اللي بتثبت التاريخ التصديق على الدفاتر التجارية محضر إداع الوصية محضر فتح وصية عشان الحاجات دي ما تقفش والتوكيل الخاص بصرف المعاش والإقرارات بس ولازم تكون لابس كمامة فنرجو أن الناس تلتزم عشان المعاملات تخلص ودي بداية فتح بعض المعاملات في الشهر العقاري في مصر دينا الشربيني يعني لو هنتكلم على فالنتينو لازم نتكلم كمان على مسلسلات عاملة تأثير مهم من الحلقة الأولى ودينا الشربيني السنادي في لعبة النسيان عاملة تأثير من الحلقة الأولى من الحلقة الأولى ما تقدرش تنزل عينك من على المسلسل ما تقدرش تتلفت أنا بتفرج يعني دايما على الابليكيشن بتفرج على شاهد يمكن عشان أقدر أن أنا أشوف المسلسل بدون إعلانات بس الحقيقة أن أنا في مدة الحلقة ما بقدرش أتوارب يمين أو شمال دينا عمل دور ممتاز صعب جدا لأنه كله ردود أفعال نقلة نوعية لدينا الحقيقة بطلة ونجمة في مسلسل السنة اللي فاتت اللي هو زي الشمس لكن السنة دي دينا بتؤكد نجوميتها بدراعها وبمجهودها وباجتهادها والحقيقة أنها عاملة دور ممتاز ومسلسل لازم نحيي كل القائمين عليه